الزائر إلى بغداد هذه الأيام وتحديدا من كان غائبا عنها فترة لا بأس فيها يلمس تماما ما تغير على المشهد العمراني والخدمي خاصة الجسور والشوارع ليعود عنوان عام الإنجازات الذي رفعه رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني واقعا عمليا على الأرض وبغداد العاصمة التي يعيش ويتنقل فيها زهاء عشرة ملايين نسمة وأكثر في أيام الذروة أو طيلة أوقاتها نهارا وليلا وعلى مر سنوات وهي بحاجة ماسة إلى ما يتناسب مع حجم تدفق الناس فيها بدأت بحسب خبراء في أمس الحاجة إلى تغيير جذري طال انتظاره من وعود لم تتحقق ليأتي السوداني بتنفيذ وعوده إلى وضع الإصبع على جرح بغداد فيما تعانيه من اختناقات مرورية من مشاريع جديدة واضحة في الوعود الحكومية وضمن توقيتات زمنية لتنفيذها تحولت على الأرض من قول إلى عمل هكذا يقول الشارع الذي يتحدث عن الإنجاز الحكومي دون مواربة أو مبالغة ومع افتتاح مجسر تقاطع كلية الفنون الجميلة في قاطع الرصافة أول مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد سجل في حسابات الأرقام القياسية تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما قالها السوداني وفعله ووفق مواصفات عالمية باتت رسالة السوداني أمل العراقيين في عموم المحافظات والتي زاد فيها عيار التفاؤل بتغيير الواقع الخدمي والبنى التحتية التي عفى على كثير منها الزمن سنوات ماضية وتجرع كثير منها آثار التخريب لها بفعل حروب وتهميش كبير رسالة أخرى تمثلت بتسمية المجسر باسم فائق حسن الفنان التشكلي العراقي الراحل رسالة تمزج بين الاهتمام بالدور الأكاديمي والفن الجميل مع الاهتمام بوجه بغداد التي تحتاج لصورة أجمل تليق بمكانتها وتاريخها ومواكبتها للتطور الحديث التي تعيشه عواصم وبلدان العالم المتقدم ترجمة نانسي قنقر